وقعت ألية كوفاكس عقداً مع شركة موديرن الأمريكية للحصول على 500 مليون جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا وتسعى ألية كوفاكس وهي مبادرة عالمية من أجل التوزيع العادل للقاحات بين سكان العالم تسعى لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة وغير القادرة على شرائه لسكانها بما يتناسب واحتياجاتهم لمكافحة الجائحة هذا وقد أفدت المفوضية الأوروبية بعزمها السماحة بدخول المسافرين الذين تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتي أقرها الاتحاد الأوروبي إلى دول الاتحاد كما أعلنت بأنها سوف تسمح بدخول المسافرين القادمين من دول يعد الوضع الوبائي فيها جيداً في المغرب ذكرت وسائل إعلام بأن السلطات الصحية رصدت أول حالة الإصابة بالنسخة المتحورة الهندية لفيروس كورونا وأوضحت وسائل الإعلام المغربية بأنه يجري تتبع مخالطي حالة الإصابة الأولى بالمتحور الهندي لكن وزارة الصحة المغربية لم تؤكد ذلك رسمياً بعد السلطات الفرنسية بدورها بدأت أول مراحل تخفيف القيود المرتبطة بتفشي فيروس كورونا وكان الرئيس إمانويل ماكهون قد أعلن في وقت سابق بأن عملية رفع قيود الإغلاق سوف تتم على مراحل تتضمن فتحاً تدريجياً للمطاعم والمقاهي ودور السينما والصلاة الرياضية وأضف ماكهون بأن هذه الإجراءات تخضع للتعديل إذا مقتضت ذلك السلامة العامة معنا من الرباط مرسلتنا فاتحة أعلي ومن باريس تنضم إلينا عزة غريبة أبدأ معك فاتحة والمعلومات التي بحوزتك حول هذا الرصد للمتحور الهندي في المغرب فضيلة تواصلت قبل قليل مع وزارة الصحة المغربية سيتم بعد أقل من ساعة من الآن إصدار بلاغ توضيحي بخصوص كل هذه الأنباء التي تروج عن رصد حالتين من السلالة الهندية لفيروس كورونا في مدينة البيضاء الغالب أن هذا البلاغ سوف يؤكد هذه الأخبار وبالتالي نحن نتحدث عن رصد حالتين من المتحور الهندي في مدينة الدر البيضاء ويخضع المعنيين بالأمر للمراقبة الطبية الدرورية وكذلك المخالطين لهم بصدد الخضوع لبروتوكول صحي من أجل محاصرة انتشار هذه السلالة في المغرب كما قلت بالأمس كان هذا هو الموضوع الرئيس لكل النقاشات وليوسائل التواصل الاجتماعي في المغرب بحكم ما يقال وما يشعب من أن هذه السلالة أخطر من السلالات الأخرى وأشد فتكا وسرعتها على الانتشار كبيرة جدا كما أنها مقاومة لبعض أنواع اللقاحات وهذا ما يثير بعض المخاوف من المغاربة بخصوص السياق العام هنا في المغرب ما تزال حملت التلقيح متواصلة لأن أكثر من خمسة ملايين مغربي أخذوا الجرعة الأولى من اللقاح وأكثر من أربعة ملايين أخذوا الجرعة الثانية الأسبوع الماضي وصلت شحنات إضافية من هذه اللقاحات وبالتالي المغرب ماضي في سياسته من أجل تطعيم أكثر من 70% من الساكنة ننتقل إلى باريس مع عزة غريبة أولى خطوات التدريجية بدأت من أجل رفع الحظر كيف تجري هذه الخطوة؟ هل بدأ الفرنسيون يتنفسون الصعداء معها؟ نعم فضيلة بدأ الفرنسيون يتنفسون الصعداء وباتت الحركة متاحة أكثر من 10 كيلومترات التي كانت تحد الحركة بين المدن اليوم بات هذا التحرك ممكنا وهذه هي أولى الشروط التي بدأت بالفعل بتطبيقها الحكومة الفرنسية واليوم أيضا كانت العودة إلى المدارس الإعدادية والثانوية بعد شهر من الانقطاع ويأمل هؤلاء بأن تكون الظروف موائمة لتقديم امتحانات نهاية العام بالنسبة للشهادة الثانوية بالتحديد وفي الوقت نفسه عدد الإصابات بفيروس كورونا قد انخفض بشكل طفيف في فرنسا وكذلك عدد منهم في العناية المشددة ووضعهم خطير ولكن تخشى الحكومة من أن إجراءات التخفيف التي بدأت بالفعل وستستمر أواصل الشهر مع فتح المطاعم والمسارح والسينما لأبوابها تخشى من أن يؤثر ذلك على ارتفاع جديد في نسب الإصابة وتؤثر بالتالي على خطط العطلة الصيفية بالنسبة للفرنسيين خاصة أن فرنسا والدول الأوروبية بالعموم تدرس فتح أبوابها وحدودها لمن ينون السفر إليها للسياحة بشرط طلقهم اللقاح شكرا عز غريبي مرسلت سكاينيوز عربية في باريس أشكر أيضا فاتحة أو علي في الرباط